فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وزيارتها للقبور كبيرة من كبائر الذنوب فعلى النساء المسلمين أن يتنبهن لذلك الأمر الخطير وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا خاص بالرجال بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى النساء في هذا الحديث فهذا مخصص لقوله زوروا القبور في أن المراد بهم الرجال فقط دون النساء وأما كون النساء كانت تزور القبور في الأول أو أن عائشة زارت قبر أخيها في الأخير فزيارة النساء للقبور في الأول نسخ بقوله لعن الله زي زورات القبور فهذا ناسخ لما كان من قبل وأما فعل عائشة فهو مخالف للحديث وما دام أنه مخالف للحديث فإنه لا عبرة بقول أحد أو فعل أحد مع وجود الحديث الذي يلعن من فعلت ذلك فهي فعلت هذا عن اجتهاد منها رضي الله عنها وربما يكون الحديث لم يبلغها فعلى كل حال الحجة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأما قول أم عطية نهين عن زيارة القبور ولم يعزم علينا فالشاهد من قولها نهين يكفي هذا لأن النهي يقتضي التحريم وأما قولها لم يعزم علينا فهذا فهم فهمته هي رضي الله عنها فالحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور بحال وإذا أرادت أن تنفع قريبها أو ميتها فإنها بدل أن تزوره تدعو له وهي في مكانها وتستغفر له وتتصدق عنه وتفعل له ما جاءت الأدلة بفعله ويصل ثوابه إليه إن شاء الله قول أم عطية الشيخ رمي عزم علينا يعني لم يؤكد النهي نعم لم يشدد النهي